بسم الله الرحمن الرحيم ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أرسله ربه بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله وسراجاً منيراً فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده ولم يفارق الدنيا إلا وقد برين لنا كل شيء وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة في الله نسأل الله عز وجل أن يكون مجلس خير وعلم وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح ولازلنا في الكلام على شرح العقيدة الواسطية للإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني هذه العقيدة التي وضعها هذا الإمام في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة وبيَّن فيها أصول أهل السنة وما يتميَّزون به من التمسُك بالكتاب والسنة وأنهم يأخذون من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة فإنهم كانوا على الهدى وهم الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيرية وقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم بل إنه عليه الصلاة والسلام قال بعثت في خير قرون بني آدم فقرن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير قرون الدنيا على الإطلاق بعث صلى الله عليه وسلم في خير قرون بني آدم وهو صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والمرسلين ورسالته هي خاتمة الشرائع وخاتمة الرسالات ودينه هو دين الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يُقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين لأن دين الإسلام ناسخٌ لجميع الأديان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله في النار ويقول عليه الصلاة والسلام لو كان أخي موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي لو كان موسى الكليم عليه السلام حياً وقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لكان من أتباعي محمد صلى الله عليه وسلم ولما وجد النبي صلى الله عليه وسلم أوراقًا من التوراة بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه غضب صلى الله عليه وسلم وقال لقد جئت إليكم بها بيضاء نقية والله لو كان أخي موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي وعيسى عليه السلام وهو الذي ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم نبي بل عيسى عليه السلام بشر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ومبشرًا برسولٍ يأتي من بعد اسمه أحمد والنبي صلى الله عليه وسلم مذكورة صفته في التوراة والإنجيل النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل يحلُّ لهم الطيبات ويحرِّم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فدين الإسلام ناسخٌ لجميع الملل والأديان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الأنبياء إخوةٌ لعلَّات دينهم واحد وشرائعهم مختلفة يعني كالإخوة لأب وأمهاتهم شتى يعني أن دينهم واحد وهو الإسلام وهو التوحيد كلُّ نبيٍّ بعث بالإسلام بعث بتوحيد الله عز وجل وعبادته وحده كلُّ نبيٍّ كان يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إلهٍ غيره وكلُّ نبيٍّ يقول توفَّني مسلماً وألحقني بالصالحين فدين الأنبياء واحد وهو الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يُقبل منه ورسالة محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشريعته هي خاتمة الشرائع وقد جعل الله عز وجل لكل نبيٍّ شريعة تخصه وشريعة محمدٍ صلى الله عليه وسلم هي أكمل الشرائع وأتمها والله عز وجل قال لرسوله صلى الله عليه وسلم ولأمته ممتنًّا عليهم ومتفضلًا عليهم ومتِمًّا لهم بنعمه وآلائه قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً فالله عز وجل قد رضي لنا الإسلام ديناً ثم إن محمدًا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين ولكن رسول الله وخاتم النبيين فليس بعد محمدٍ صلى الله عليه وسلم نبي بل هو آخر الأنبياء وآخر المرسلين الذين أرسلهم الله عز وجل إلى أهل الأرض وكتابه هو ناسخٌ لجميع الكتب السابقة الذي هو القرآن الكريم فهو ناسخٌ لجميع الكتب السابقة التوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الكتب التي أنزلت على الأنبياء والمرسلين فالقرآن ناسخٌ لها ومهيمنٌ عليها فرسالة محمدٍ وكتابه ناسخةٌ لجميع الملل والشرائع ولذلك فإن شيخ الإسلام رحمه الله قد بيَّن في هذه العقيدة الواسطية وبيَّن معنى قوله الواسطية بأن هذه الأمة وسطٌ بين الأمم وأن أهل السنة والجماعة هم وسطٌ بين الفرق لا غلو ولا تطرُّف ولا إفراط ولا تفريط وكذلك جعلناكم أمةً وسطًا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدًا فهذه الأمة هي الوسط يعني أنها أفضل الأمم وهي خير الأمم ومعنى وسطًا يعني خيارًا وعدولًا وهذه الأمم هي شاهدةٌ لجميع الأنبياء والمرسلين جاء في الحديث أن الأنبياء يوم القيامة عندما يسألهم الله عز وجل هل بلَّغتم رسالة ربكم؟ فيقولون نعم لقد بلَّغنا رسالاتك يا ربنا فيقول من يشهد لكم؟ فيقول الأنبياء جميعًا من نوحٍ إلى عيسى يقولون أمة محمدٍ تشهد لنا بالبلاغ وأننا قد بلَّغنا البلاغ المبين فهذه الأمة أفضل الأمم وخير الأمم والله عز وجل يقول فيها كنتم خير أمةٍ أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولما وجد عيسى عليه السلام وصف هذه الأمة في الإنجيل دع الله أن يكون واحدًا من هذه الأمة عيسى بن مريم عليه السلام نبيٌ من أولي العزم من أفضل الأنبياء والمرسلين دع الله عز وجل أن يكون واحدًا من هذه الأمة فاستجاب الله دعاءه وهو لا يزال حيًا في السماء ولذلك لما عُرج بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج لقي عيسى عليه السلام ويحيى في السماء الثانية وسلم على عيسى وسلم على يحيى وكون عيسى عليه السلام في السماء الثانية وآدم عليه السلام في السماء الأولى لأن آدم عليه السلام قريبٌ من ذريته وعيسى عليه السلام في السماء الثانية لأنه سينزل في آخر الزمان علامةً من علامات الساعة وهو لا يزال حي عليه السلام فهو نبيٌ وصحابي وسيحكم بشريعة محمدٍ صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان ويحكم بالإسلام ويبقى في الأرض سبع سنين أو ثمانية سنين ثم يموت ويصلي عليه المسلمون فقد استجاب الله لعيسى عليه السلام لما دع الله عز وجل أن يكون واحدًا من هذه الأمة لأنه وجد صفة هذه الأمة وفضلها وأنها خير الأمم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها أنتم تكملون سبعين أمة أنتم خيرها وأفضلها عند الله عز وجل كنتم خير أمةٍ أخرجت للناس فهذه الأمة خير أمةٍ أخرجت للناس خيريتها في أمرها بالمعروف ونهي عن المنكر وإقامتها لشرع الله بل إن أكثر أهل الجنة من هذه الأمة نحو ثلثي أهل الجنة هم من هذه الأمة كما ورد في بعض الآثار أهل الجنة مئة وعشرون صفًا من هذه الأمة ثمانون صفًا من أهل الجنة ولما سمع الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة كبروا ثم قال أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبر الصحابة حمداً وشكراً وتعجباً وفرحاً ثم قال أرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة وفي رواية ثلثي أهل الجنة فهذه الأمة شاهدة على جميع الأمم ورسولها صلى الله عليه وسلم شاهداً عليها فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد ثم جئنا بك على هؤلاء شهيداً يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثاً فشيخ الإسلام رحمه الله بيّن في هذه العقيدة منهج أهل السنة والجماعة المأخوذة من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة ومن أقوال سلف هذه الأمة الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيرية وأمهل رحمه الله شيخ الإسلام أمهل خصومه ثلاث سنوات أن يأتوا بشيء يخالف ما عليه هذه العقيدة مما كان عليه سلف الأمة ونحن الآن أكثر من ثمانمائة عام وهذه العقيدة ثابتة قوية لا يستطيع أحد أن يأتي بما يخالفها ويقول إنها ليست مما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة فهي مستمدة من القرآن الكريم ومن السنة النبوية ومن أقوال السلف الصالح الذين هم الصحابة والتابعون على منهجهم وعلى سيرتهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الآخر إن اليهود قد افترقوا على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله الصحابة رضي الله عنهم حريصون على أن يعرفوا هذه الفرقة الناجية الفرقة التي هي ظاهرة لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة قالوا من هي هذه الفرقة يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي هذا هو الميزان ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته فهذا هو الحق وما سواه فهو باطل وما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بدين لأن الدين كامل فلا يصح لأحد أن يحدث حدثا أو يبتدع بدعة ويقول هذه من الدين ليس عليها دليل من الكتاب والسنة وسنتكلم بإذن الله عن معاني البدعة وعن أسبابها وعن الكلام على مقالة بعض الناس أن هناك بدعة سيئة وبدعة حسنة ونبين ذلك من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف الصالح ونستدل على ذلك بما جاء في الكتاب والسنة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم غفر الله لشيخنا وللسامعين قال المصنف رحمه الله ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الإجتماع وضدها الفرق وإن كان لفظ الجماعة قد صار إسماً لنفس القوم المجتمعين والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أعمال وأفعال باطنة أو ظاهرة ممن له تعلق بالدين والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الإختلاف وانتشر في الأمة نعم إلى هنا يعني شيخ الإسلام رحمه الله يبين في هذا الكلام طريقة أهل السنة العملية بعد أن بيّن طريقة أهل السنة العقدية بيّن منهجهم العملي في الأخذ بالكتاب والسنة والأخذ بالآثار وبيّن أن الآثار جمع أثر وهو يطلق على الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة لكن الحديث المرفوع هو ما رواه الصحابة رضي الله عنهم ما رفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو وصف أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وصفاته وتقريراته التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم في عهده لأنه كان يتنزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم فما أقره الرسول صلى الله عليه وسلم فهو إقرار من الله عز وجل ولو كان هناك فيه خلاف أو مانع لنزل وحي من الله عز وجل يبين لرسوله الحق فيها كما بيّن له حرمة الزنا وحرمة الخامر وحرمة الربا وغيرها من الأمور وكما بيّن له أمور الجهاد وأمور الحج وأمور الصلاة وغيرها التي بيّنها الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم وعندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في حذائه نجاسه نزل جبريل وأخبره فخلع النبي صلى الله عليه وسلم حذائه وهو في الصلاة فخلع الصحابة أحذيتهم جميعاً فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن جبريل أخبرني أن في حذائي نجاسة فخلعتها حتى في أثناء الصلاة فالله عز وجل لا يقر رسوله على أمر يخالف الشرع بل يأتي الشرع لبيان الحكم الصحيح فلذلك الآثار والأحاديث هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وصفاته فبيّن الصحابة رضي الله عنهم كلما نقلوا كلما يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام وكل ما يفعله وكل ما يقره ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني وصلي فكان الصحابة يستنون به في صلاته ويقول في الحج خذوا عني مناسككم لما حج حجة الوداع لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بل لما زحمه الناس في الطواف ركب على ناقته وطاف صلى الله عليه وسلم راكبا ناقته ليراه الناس ويأخذوا عنه ولما دفع من عرفات والناس عن يمينه وعن يساره حج مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مئة ألف من الصحابة رضي الله عنهم وكان يقول لهم السكينة السكينة ليس البر بالإيضاع يعني بالإسراء يعني ليعطف بعضكم على بعض لا يزاحم بعضكم بعضا ولما رأى عمر رضي الله عنه وهو يزاحم عند الحجر نهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنك شديد يا عمر فلا تزاحم الناس عند الطواف رحمة بالأمة والنبي صلى الله عليه وسلم لما زحمه الناس في الطواف أخذ يستلم الحجر بالمحجن والمحجن عصا في آخرها حديدة يضعها على الحجر ثم يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم كي لا يشق على أمته فأخذ الصحابة رضي الله عنهم كل أقوال النبي وآثاره وأفعاله ورووها لنا روية أن الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة يحفظ أكثر من مليون حديث ألف ألف حديث كلها مما رواه الصحابة رضي الله عنهم والتابعون عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال ونقلوها لنا في كتب الحديث وأخذها جيل عن جيل حتى وصلت إلينا صافية نقية كالصحيحين ومسند الإمام أحمد والسنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والمسانيد وموطئ الإمام مالك والمصنفات اعتنى علماء أهل السنة بنقل أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم المجتملة على أقواله وأفعاله وتقريراته وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في حياته حتى في حياته الخاصة نقل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين نقل حياة النبي عليه الصلاة والسلام الخاصة في بيته في منزله حتى غسل الجنابة نقلها الأمهات المؤمنين نقلنا صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم كما روي ذلك عن عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين فحياة النبي صلى الله عليه وسلم العامة والخاصة واضحة كتاب مفتوح للأمة يقتدون به والله عز وجل أمرنا بالاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فشيخ الإسلام رحمه الله بيّن لنا طريقة أهل السنة والجماعة العملية في الأخذ عن آثاره صلى الله عليه وسلم سواء كان ذلك في العقائد أو في العبادات أو في الأخلاق أو في الدعوة إلى الله تعالى هم في ذلك نقلوا لنا جميع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون في ذلك كل ما يتعلق حتى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس ومع أهله ويقول عليه الصلاة والسلام للصحابة خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي كان صلى الله عليه وسلم في منزله في حاجة أهله يحلب شاته ويخصف نعله ويرقع ثوبه صلى الله عليه وسلم لم يكن متكبرا ولا متجبرا كان في حاجة أهله صلى الله عليه وسلم هذه هي أخلاق النبوة الذي شهد له الله عز وجل بها قال وإنك لعلى خلق عظيم عندما يقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم هذه شهادة كبيرة من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه على أفضل وأحسن الأخلاق وأمرنا الله عز وجل بالاقتداء به والتأسي به وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لأن بعض الناس يعني خرجت بعض الطواعف أو بعض الأشاذين من الأقوال ممن يقولون نكتفي بالقرآن عن السنة الذي يأخذ بالقرآن يجب عليها أن يأخذ بالسنة لأن القرآن الكريم يأمره بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقرأ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا هذه آية قرآنية تأمرك بأن تأخذ بالسنة بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم بأفعاله بتقريراته بأحواله بما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته وما كان الصحابة يقتدون بالرسول صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله حتى إن ابن عمر كان المكان الذي يمشي فيه النبي عليه الصلاة والسلام يحاول أن يضع رجله على موضع رجل النبي صلى الله عليه وسلم المكان الذي مسكه النبي يضع يده عليه حباً للنبي صلى الله عليه وسلم واقتداءاً بسيرته وسنته فالذين يقولون لا نأخذ إلا بالقرآن فقط هم على ضلال والعياذ بالله لأن كثيراً من أحكام الشرع إنما بينت في السنة وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الترجمة العملية لما في القرآن الكريم الذي أمرنا الله عز وجل بالاقتداء به وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا والذي أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام به هو السنة والذي نهانا عن النبي عليه الصلاة والسلام هو السنة التي نهانا عن أن نقع في المحاذير وفي المعاصي وفي غيرها وفي المخالفات فالذين يعخذون بالقرآن فقط ويقولون نترك السنة هم مكذبون للقرآن لم يعخذوا بما جاء في الآيات القرآنية من الأمر بالاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم ويسمون أنفسهم بالقرآنيين وهم في الحقيقة على ضلال لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرنا الله عز وجل بالاقتداء به والأخذ بسنته والاهتداء بهديه ونقل الصحابة رضي الله عنهم كل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم حتى آداب قضاء الحاجة حتى آداب الخلاء آداب دخول الحمام دورة المياه إذا أراد أن يدخل أن يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث وأن يقدم رجله اليسرى وعلمهم كل الآداب وأن يستجمر بثلاث حصيات إذا كان في الصحراء في البرية ثلاث حصيات منقيات ثم إذا أراد أن يستنجي بالماء وأن يتوضع ثلاثا ثلاثا أو مرة مرة علمهم الرسول عليه الصلاة والسلام كل أحواله فإذا كان علمهم هذه الأمور البسيطة فما بالك بالأمور العظيمة أمور الجهاد أمور الحج أمور الدعوة أمور الغزوات أمور الصلاة أمور الصيام أركان الإسلام أنصبة الزكاة كل هذه مشروحة في السنة الذين يقولون لا نأخذ إلا بالآيات القرآنية هؤلاء مخطئون وعلى ظلال والعياذ بالله لأنهم في الحقيقة هم مكذبون لما جاء في القرآن الكريم من الأمر بالاهتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا يعني في أعماله الظاهرية وأعماله الباطنية الأعمال الظاهرة كالصلاة والحج والجهاد والدعوة وغيرها هذه أعمال ظاهرة والأعمال الباطنة من الخشية والتوكل والخوف والإنابة والمحبة كل هذه أعمال القلوب فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكلين وهو أخشى الناس لربه عز وجل يقول إني لأخشاكم لله وأتقاكم له عليه الصلاة والسلام ولما قال له رجل ويقال له ذو الخويصرة لما جاءت الغنائم غنائم حنين وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقسمها بين الناس قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد اعدل قال له النبي صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل وأنا أمين من في السماء قد اعتمنه الله عز وجل على الرسالة ثم لما أراد بعض الصحابة أن يبطش به أو أن يقتله قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يخرج من ضعضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم وقراءتكم عند قراءتهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لم يوقر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول للرسول اعدل فإنك لم تعدل ومع هذا يحلم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعفو عنه ويبين أنه سيخرج من أشكال هذا الرجل من لا يجاوز القرآن تراقيهم يعني يقرؤون القرآن ولا يفقهونه يقرؤون السنة ولا يعرفونها يمرقون من الدين يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية فهذا والعياذ بالله من الضلال والذين يقولون هذه المقالات قد ظلوا ضلالا بعيدا وحذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن هؤلاء وهم طواعف الخوارج الذين خرجوا على عثمان ثم خرجوا على علي ولا يزال كلما خرج منهم قرن وفني منهم قرن خرج قرن آخر حتى يخرج آخرهم مع الدجال والعياذ بالله آخر الخوارج يخرجون مع الدجال ويكونون جنوده مع اليهود والعياذ بالله وأتباعه مع الجهلة فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أخشى الناس وهو أتقاهم لله عملا ظاهرا وباطنا عليه الصلاة والسلام أيضا يقول الشيخ رحمه الله واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أي طريقة أهل السنة والجماعة مأخوذة مما كان عليه السلف من السابقين الأولين من هذه الأمة من المهاجرين الصحابة الذين هاجروا إلى المدينة ومن الأنصار الأوس والخزرج الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما كان اتباع هؤلاء هو السبيل الصحيح وهو الطريق الحق لأسباب أولا أنهم هم أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم كلما بعد الناس عن عصر النبوة بعد معرفتهم عن الحق والصحابة رضي الله عنهم شاهدوا التنزيل وعاصروا الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذوا عنه ولذلك كان الاختلاف بعد عصر الصحابة أكثر منه في عصر الصحابة لأنه كلما بعد الناس عن عصر النبوة وعن زمن الصحابة والتابعين كثر الخلاف وانتشر والعياذ بالله لكن طريقة أهل السنة والجماعة التمسك بما كان عليه الصحابة والتابعون أن ينظروا في سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار فيتبعونهم لأن اتباعهم يؤدي إلى الوصول إلى الحق ثم إلى محبتهم لكونهم أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أقرب إلى الصواب لا كما يقول بعض الناس والعياذ بالله هم رجال ونحن رجال هم رجال ونحن رجال لكن هم لقيوا النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوه وأخذوا عنه واقتدوا بهديه فلهم فضل على من جاء بعدهم وقول الصحابة مقدم على قول غيرهم من أجل ما عندهم أولا من قوة الإيمان ومن كثرة العلم رضي الله عنهم ومن الفهم السليم لأنهم أفهموا الناس بلغة العرب ولأنهم عندهم من التقوى والأمانة ما لهم فيه من اتباع الحق واتباع الهدى والبعد عن البدع وعن الضلالات وعن الانحراف في الدين وأيضا يقول الشيخ وهم أيضا فيهم واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليه الصلاة والسلام الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفارق الدنيا حتى أوصى باتباع ما عليه صحابته رضي الله تعالى عنهم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد والترمذي وأبو داود في سننهم عن العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة صلاة الصبح ثم خطب الصحابة فقال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين فأوصاهم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فاسمعوا له وأطيعوا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة هذه رواية الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن العرباض بن سارية وزاد الإمام النسائي في سننه وابن خزيمة في صحيحه زيادة وكل ضلالة في النار كل بدعة ضلالة جاءت في السنن وفي سنن النسائي وصحيح ابن خزيمة وكل ضلالة في النار وهذا الكلام من الرسول عليه الصلاة والسلام بيان للعموم أن كل ما أحدث في الدين مما ليس عليه دليل من الكتاب والسنة ولا إجماع السلف الصالح فإنه محدث وبدعة وهذه البدع المحدثة والعياذ بالله هي الطريق إلى النار سيأتينا أسباب ذلك كيف أن هذه البدعة هي الطريق إلى النار والعياذ بالله لأن صاحبها يعتقد أنه يأتي بأمر أفضل مما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة ويعتقد أنه أكمل منهم ديناً وأنه أقوى منهم خشية لله عز وجل ويعتقد أيضاً أن الدين ناقص وأنه هو اهتدى بلا شيء جديد لم يكن عليه الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة وهذا هو عين الضلال أتى رجل للإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة في المدينة وقال له يا إمام إني أريد أن أحج فمن أين ألبي أين أعقد الإحرام من أين أحرم يا إمام قال من ذي الحليفة من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني أريد أن أحرم من عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال له الإمام مالك لا تفعل لا تفعل فإن هذا مخالفة لأمره قال يا إمام إنما هي أميال أزيدها أميال أزيدها على فعل الرسول والصحابة قال له إذا تعتقد أنك جئت بأمر أفضل مما كان عليه الرسول والصحابة نزدت أميال على الرسول وعلى الصحابة تحرم من عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام حجراته ثم قرأ عليه قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب النبي قال الإمام أحمد أتدري ما الفتنة؟ قال الفتنة الشرك يعتقد أنه أتى بأمر جديد لم يفعله الرسول والصحابة فيقع في قلبه الزيق والعياذ بالله والظلال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه فيكفيك أخي المسلم مما جاء في الكتاب والسن ومما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ما لم يكن دينا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة فليس اليوم بدين الدين ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال أوصى الصحابة بتقوى الله عز وجل وهي الأصل ثم السمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فاسمعوا له وأطيعوا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فما هو العاصم من الاختلاف عليكم بسنتي هنا الحصانة هنا العصمة أن تتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم العصم من الخطأ ومن الزلل ومن البدع عليكم بسنتي طريقتي وهدي فهديه صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أكمل هدي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده الخلفاء الراشدين هم الصحابة جميعا ويأتي في مقدمتهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ثم بقية العشر المبشرين بالجنة وأهل بدر وأصحاب بيعة الرضوان هؤلاء هم الصحابة الذين يقتدى بهم جميع الصحابة إذا اقتدى بهم أي أحد فهو على الهدى لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصانا بأن نقتدي بهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين الرشد ضد الغي المهديين الهدى ضد الضلالة فهؤلاء كانوا على الرشد وعلى الهدى المهديين من بعد تمسكوا بها يعني مثلها كأنها شيء محسوس يتمسك به الإنسان وهي شيء معنوي لكن الرسول عليه الصلاة والسلام صورها بأن نتمسك بها فهي العروة الوثقة التي يتمسك بها المسلم ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد والنواجد هي الأنياب أو هي الأضراس وإياكم ومحدثات الأمور الأمور المحدثة فإن كل محدثة بدعة والإمام الشاطبي عرف البدعة بأنه البدعة هي إحداث أم طريقة في الدين مخترعة تضاهي العمل الشرعي لكن ليس عليها دليل من الكتاب ولا من السنة أو هو عمل ليس عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه هي البدعة ابتدع الإنسان أمراً اخترع أمراً جديداً ليس عليه سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك أول من يدخل في وصف الخلفاء الراشدين هم الأربعة الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فتباً للذين يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبون الشيخين أبا بكر وعمر هؤلاء على ظلال والعياذ بالله أو يكفرون أبا بكر وعمر بعض الطوائف والعياذ بالله وصل بها الظلال إلى أن يكفروا أبا بكر وعمر رضي الله عنه وزيراً رسول الله صلى الله عليه وسلم وشيخاء الإسلام وأفضل الناس بعد النبيين هو أبو بكر ثم عمر الفاروق وهؤلاء وزيراً رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين هما معه في الحجرة النبوية مقبوران معه كيف الصحابة رضي الله تعالى عنهم يبايعون أبا بكر وعمر وعثمان وعلي ثم يأتي هؤلاء يلعنونهم ويسبونهم بل يكفرونهم هذا غاية الظلال وهذا غاية الانحراف لأنهم هم الذين نقلوا لنا الدين إذا طعننا في الصحابة طعننا في القرآن والسنة لأن القرآن إنما وصلنا من طريق الصحابة رضي الله تجد في السند سند القرآن عن علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العزة والجلال رواها الصحابة رضي الله عنهم نقلوا لنا القرآن بالرواية بالسند فإذا طعننا في الصحابة وكفرناهم أو كذبناهم أو بدعناهم فقد طعننا في القرآن والسنة والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا جبل أحد الكبير لو أنفق أي أحد من الناس بعد الصحابة مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحد من الصحابة والمد هو لو جمعت كفيك هذا هو المد أو نصف المد هو كف واحد فكيف يتجرأ بعض الناس على سبي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو التنقص منهم بل إن بعض العلماء قد كفر من سب الصحابة رضي الله عنه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار كما قال عز وجل في آخر سورة الفتح محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام والذين معه يعني الصحابة أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة الصحابة صفتهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل أيضا توراة التي أنزلت على موسى والإنجيل الذي أنزل على عيسى وصف الصحابة رضي الله عنهم في التوراة والإنجيل ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيم فيعجب الزراع ويغيظ الكفار قال الإمام مالك أخذ من هذه الآية أن من سب الصحابة فإنه يقع في الكفر والعياد بالله هذا ضلال فكيف بمن لعنهم كيف بمن أنكر خلافتهم كيف لمن جعلهم ليلا ونهارا يكفرهم ويلعنهم ويسبهم هذا والعياذ بالله من أبعد الناس والعياذ بالله عن الدين وأكثر الناس ضلالا وبدعة والعياذ بالله أيضا لو جاء رجل في هذا العصر يعني وقال إن هناك بدعة مثلا إن أذان الجمعة مثلا الأول الذي سنه من عثمان بن عفان رضي الله عنه كان أذان الجمعة واحد ولما جاء عثمان وجد الناس انشغلوا بتجاراتهم وحرثهم وعمالهم سن الأذان الأول للجمعة فيأتي بعض الناس ويقول إن هذا بدعة كيف عثمان يأتي بأذان لم يكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فنقول له إن عثمان من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم وأيضا له سنة في أذان الفجر الأول فإن النبي صلى الله عليه وسلم سنة الأذان الأول للفجر لإيقاظ الناس لينتبه النائم ويأتي المشغول فيتجهز للصلاة ولا تصح صلاة الفجر بالأذان الأول بل لا بد من الأذان الثاني فهذه من السنن التي نقتدي بها لأنها من فعل الخلفاء الراشدين فإذا أهل السنة والجماعة يتبعون ما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال عليه الصلاة والسلام وإياكم محدثات الأمور فإياكم يعني تحذير ومحدثات الأمور يعني الأمور هي الشؤون والمراد بها أمور الدين لأن البدعة إنما هي في العبادة وليست في المعاملة البدع خاصة بالعبادات أما أمور المعاملات فهذه مما أمر بها الدين ومما لا محذور فيه وكل ما يتوصل به إلى الخير وإلى الحق وإلى نشر الدين ونشر العلم فهذا ليس من البدع كبناء المدارس وطباعة الكتب ونشر الخير فهذه كلها ليست من الأمور المبتدعة لأنها وسائل إلى نشر الدين فلم تكن المدارس مبنية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تكن الكتب مطبوعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبناء المدارس وطباعة الكتب ونشر الدين بواسطتها هذه من الوسائل التي لها أحكام المقاصد في الشريعة الإسلامية هذه من الوسائل المشروعة التي تعين على بيان الحق وبيان الدين أيضاً لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة هذا كلام عام يعني مسور بأقوى لفظ دال على العموم وهو لفظ كل فهو تعميم محكم صدر من الرسول صلى الله عليه وسلم فكل تعبد لله سواء كان في العقايد أو في الأقوال أو في الأعمال أو في غيرها فهو مما يجب أن لا نتعبد إلا بما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذين يحدثون أذكاراً معينة تكلمنا في الدرس السابق عن أن ناساً بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجتمعون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يتحلقون حلقاً ويقولون نسبح مئة نحمد مئة نذكر مئتين نذكر خمسمائة فطلع عليهم ابن مسعود فقال ما هذا الذي تفعلون قالوا نذكر الله ونسبح قال لكنكم لستم على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدد أعداد التسبيح بعد الصلوات 33 تسبيحة و33 تحميدة و33 تكبيرة أو 25 كما ورد في بعض الروايات أو 10 كما ورد في بعض الروايات وكلها صحيعة لكن هيئتهم وفعلهم أنكر عليهم ابن مسعود هذا الفعل وقال هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلأ وهذه أوعيته لم تكسر فأنتم على هدى أفضل مما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام أو أنتم جئتم ببدعة ابتدعتموها قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير قال الخير هو في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته فسألني بعض الإخوان عن التسبيح مثلا بالمسبحة فقلنا هذه ليس فيها شيء لأنها محددة بعدد ورد في السنة 33 تسبيحة 33 تحميدة 33 تكبيرة وتمام المئة لا إله إلا الله والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قال في يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب كأنما أعتقى عشر رقاب وكتب الله تعالى له بها ألف حسنة ومحى عنه ألف سيئة وكانت حرزا له يومه ذاك كله ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل مثل عمله أو أكثر منه فهذه سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن مسعود أراد أن يزجر هؤلاء عن أن يحدثوا شيئا في الدين ليس عليه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحذرهم منه من مفاسد البدعة أنها تستلزم تكذيبا القرآن الكريم والله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لأنه إذا جاء بالبدعة الجديدة يعتبرها دينا فلازم ذلك أن الدين لم يكمن وأنه أتى بأمر جديد لم يكن عليه عصر الصحابة أيضا القدح في الشريعة أن الشريعة ناقصة وأنه أتى بأمر جديد ليكمل به الدين أيضا أنها تستلزم القدح في المسلمين الذين لم يأتوا بها يعني هو أتى بشيء لم يفعله الصحابة قبله والمسلمون قبله وأنه سبق بهذه البدعة الناس وأن دين الناس ناقص وهو أتى بشيء لم يأتوا به أيضا من لوازم البدعة أن الغالب على أن من اشتغل بالبدعة فإنه يشتغل بها عن السنة والعياذ بالله قال بعض السلف ما أحدث قوم بدعة إلا هدموا مثلها من السنة ما أحدث قوم بدعة جديدة إلا هدموا ما يقابلها من السنة فأنت تترك السنة وتأتي تعمل البدعة فأنت تقع في الإثم وأنت تريد الأجر فتحدث بدعة تهدم بها سننا كثيرة أيضا من مفاسد البدع ومن محاذيرها أن هذه البدع توجب الفرقة بين المسلمين هذه البدع توجب الفرقة بين المسلمين لأن هؤلاء المبتدعة يعتقدون أنهم أصحاب حق وأن من سواهم فهم على باطل وعلى ضلال فأهل الحق يقولون أنتم الذين على ضلال فيتفرق المسلمون البدعة هي داعية للفرقة والعياذ بالله لأن كل صاحب بدعة يعتقد أنه على الحق وأن غيره على الباطل فمن أسباب تفرق كلمة المسلمين وكونهم فرق وأحزاب وشيع أنهم أحدثوا أمورا في الدين فرقت بينهم ولو كانوا على السنة وعلى الحق لجمعتهم السنة على الحق ولما تفرقوا كل هذه المفاسد العظيمة التي تترتب على البدعة هي مما يجب على المسلمين أن يحذروا من البدع والذين يقسمون البدع إلى بدعة سيئة وبدعة حسنة هؤلاء أيضا مخطئون لأنه ليس هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة فكل بدعة ضلالة وقول النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجره شيئا هذه المقالة من النبي صلى الله عليه وسلم لها سبب وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقض بعضه بعضا لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده فجاء جماعة من مضر عامتهم من مضر مجتاب النمار يعني لابسين الجلود عامتهم من مضر فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى حالهم وهم من كبار العرب فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا في حال فقر جديد وعوز شديد فقام وخطب في الناس وقال اتقوا الله أيها المسلمون وأمرهم بالصدقة والتبرع لمثل هؤلاء فجاء رجل من الصحابة بصرة من المال ووضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم صرة من المال تبرع بها لهؤلاء الفقراء الذين أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم فتتابع الصحابة كل ذهب إلى بيته الذي جاء بثياب والذي أتى بحب والذي أتى بمال والذي أتى حتى امتلأ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالخير والصدقات فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل يعني عمل عملا مشروعا واستنى الناس به فله بذلك الأجر فاستنى الصحابة بعمل هذا الصحابة من الأنصار فأتوا بصدقاتهم وكان هو أول من بادر بالصدقة وسن هذا العمل فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة هناك قول لعمر رضي الله عنه لما جمع الناس على أبي بن كعب في صلاة التراويح كان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان خرج ليلة من الليالي فصلى في مسجده عليه الصلاة والسلام فجاء قوم من الصحابة وصلوا خلفه ثم جاء في الليلة الثانية فجاء فكثر الصحابة وصلوا خلفه جاء في الليلة الثالثة فصلى كثير من الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة الرابعة ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال الصحابة ينتظرونه ولم يجي قال إني خشيت أن تفرض عليكم من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته قال خشيت أن تفرض عليكم صلاة التراوح فمكث في بيته فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم صار الصحابة يصلون اثنين سوى ثلاثة بعضهم أربعة فقام عمر رضي الله عنه وجمعهم على أبي بن كار وعلى تميم الداري رضي الله تعالى عنهما يصلون بهم فخرج وهو يصلي بهم جماعة فقال نعمة البدعة هذه هذا أمر مشروع أصلا في أهد النبي صلى الله عليه وسلم أراد البدعة اللغوية ولم يرد البدعة الشرعية يعني أن هذا أمر حسن وأمر طيب أن جمعهم عليها فليست عمر لا يمكن أن يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم وأن يبتدع أمرا في الدين ليس له أصل بل النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالصحابة الليلة الأولى والليلة الثانية والثالثة فهو أمر مشروع لكن عمر رضي الله عنه اجتهد وجمعهم على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه على تميم الداري رضي الله تعالى عنهما وخرج والناس يصلون ففرح عمر وسر بالمنظر بدل ما واحد يصلي اثنان يصلون ثلاثة جمعهم على أبي بن كعب والله أعلم وصلى الله وسلم على أبدي ورسول محمد آله وصحبه وسلم اشتركوا في القناة